ترجمة نانسي قنقر وقال معالي الشيخ سلمان بأنه قد حدثت زيادة في التداول العقاري في الربعين الأخيرين حيث بلغت نسبة الزيادة في الربع الرابع والأخير حوالي 20% وأما الربع الثالث فقد وصلت نسبة الزيادة فيه إلى حوالي 14% مضيفا معاليه بأن هذه النتائج تعتبر إيجابية في ظل الظروف التي يمر بها العالم المتمثلة بجائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعية اقتصادية وقال معاليه إن نتائج الإيجابية في الربعين الأخيرين تأتي نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على النشاط الاقتصادي بشكل عام ومنها بطبيعة الحال القطاع العقاري حيث وازنت الحكومة الموقرة بين اتخاذ الإجراءات الاحترازية وبين تقديم الدعم وتوفير المناخ المناسب لضمان استمرارية العمل في القطاعات الاقتصادية الحيوية ومنها القطاع العقاري والتي كان لها الأثر الكبير في استقراره النسبي ومن جانب آخر كان لتعزيز الإجراءات الإلكترونية دورا في تسهيل إجراءات المعاملات في ظل هذه الظروف مؤكدا معاليه بأن القطاع العقاري يمتلك بنية استثمارية جاذبة لما يتوافر في المملكة من تشريعات ضامنة وحامية للمتعاملين في هذا القطاع من جهة وما يلقاه من اهتمام ودعم من قبل الحكومة الموقرة من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر